أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في جذر جديد من جذور الأمازيغية في برنامجكم إزورانة مازيطة وجذور الأمازيغية الجذر الجديد من اليوم سنتكلم فيها عن الجذر يا كيار ياف اللي هو الكاف والرا والفا أو كريف طبعاً انطلاقاً من جبع نفوسة زي العادة في جبع نفوسة يستخدم هذا الجذر في عدة معاني ونوصلوا لها كلها لكن دعونا نقول لكم على حاجة مهمة يبدو أن هذا الجذر مغل في القدم ولهذا من خاصة في حلقتين وزي ما قلنا في دروس الليسانيات كل ما يكون الجذر قديم كل ما يكون التطور فيه كبير أمر منطقي لأنه أخذ فترة أطول ليتشاعب ويتفرع وربما تطبق عليه جميع القواعد اللغوية من ناحية الاشتقاق ومن ناحية التغيير ومن ناحية القلب ومن ناحية التغيير كذلك في الفونولوجي والأشياء هذه كلها وهذا كله ينطبق على هذا الجذر زي ما نشوفه مع بعضنا ولكن اللي يهمني الآن بنقول لكم أن كرف في العموم تعني في جميع التنوعات الأمزغية وزي ما نشوفه الآن بالتنوعات تعني التقييد أو التوثيق أو العقد هذا اللي تعنيه يعني هذا الجذر طيب؟ فمثلا كرف في عند الهجار هو تقييد ساقي الحيوان في تمازيغت وفي تاليفيت يقولوا كرف وشرف بمعنى تقييد الأعضاء أو تقييد ربط الأعضاء الحيوان عموما في تشلحيت أصبح عاما بمعنى التقييد والربط فكرف في تشلحيت تعني التقييد والربط في تشاويت وتقبليت كذلك على فكرة يديروا في التضعيف في بداية الحرف فهم يقولون سكرف سكرف بمعنى قيد وثق أو أربط وكذلك في تقبليت نسية هذا الفعل فأصبحت تعني شيء آخر وحنوصلوا لهذا طيب؟ إذن المعنى هذا التحول من التقييد والربط ليعني شيء آخر وهو الفتل تعرفون الحبل يبدو أنه في البداية ربما كان يعني يعقد واحد في الآخر حتى يقيد أي واحد في الآخر حتى يصبح قوي وفي تشوفوا الحيوان عندما يضعوا رجليهم مش عارف أنا رأي اشتغلت أو كنت صغير درت رعي الحيوان ونشوف فيهم كيف يديروا فيها جدا نشوف فيه كيف كان يقود في الحيوان فشين يدير؟ يأخذ في الحبل ويفتح فيه من الجهتين ويضع الرجلين للحبل هو ملفوف من البداية الحبل ملفوف من البداية وفي هذه اللفة يضع الرجلين بتاع الحبل طيب افهموا معي علش نقول في الكلام هذا؟ لأن سكروريف في ورغلا يعني وضع الحبل بشكل لولبي أو الفتل بالعربية يسمى طيب لي الحبل نفسه سشرف في طومزابت يعني لي عموما في الجنوب الشرقي شوفوا البعد عن المسافاته الاخيرية في الجنوب الشرقي في المغرب في تنغير مثلا ونوحيها يقولوا للزنبريك اللي هو نقولوله المولة بالعامة أسكرف شوفوا يعني كيف تحول هذا المعنى بمعنى إلى آخر وهذا سنصل لكل ما بعض طيب تغير المعنى من التقييد إلى الحبل نفسه القصير ففي جبل نفسه أكرف هو الحبل الصغير المخصص لتقييد الحيوان عموما وكذلك يستخدم في راج وعلى فكرة راج هذا جذر سنتكلم عليه في وقته في راج اللي هي الشبكة الكبيرة اللي يحط فيها في السبول وفي القمح والشعير راج هذا في حبل صغير كذلك يسمى أكرف طيب في تمازيق مثلا أكريف وإكريفن اللي هو الحبل أو العقال يسمى في العربية الفصحى اللي يربط فيه قوائم الحيوان هو نفسه مثلا المطول في تشلحية إيسكراف أسكرف وإيسكراف هو المطول اللي هو نفسه انتقل لعدة أنواع كذلك لعدة معاني أخرى فهو مثلا أكراف العقال اللي يحط فيها للرأس عند الشوية العقال يضع على الرأس يسمى أكراف بينما انتقل المعنى إلى معنى آخر فهو أسكرف وإيسكراف عند الهقار اللي هو فيه لباس عفواً فيه لباس أسكرف وإيسكراف عفواً أسكرف وإيسكراف عفواً أنا غلط لباس يضع يزين بخيوط من حرير في الأعياد يستخدم عند الهقار وبخيوط من الحرير ومن الصدف كذلك تضاع النساء على الرأس في الأعياد هذا يسمى أسكرف وإيسكراف انتقل المعنى إلى معنى آخر شوفوا المعنى هذي كلها اللي ينتقل فيها المعنى آخر اللي هو تعرفوا نقوله إحنا يقعمز مربع سامحوني ما نعرفش نقوله في المغربة وفي الجزاء لأخوتنا اللي يتابع وفينا في المناطق الأخرى التقعمزة بالتربيع أو التكتيف الساقين يسمى سنكرف عند الهقار نفسهم طيب هنا ننتقل إلى معنى آخر لم يكن متوقعاً شفتم مش قولنا قبل شوية دائما نتكلم عن جسم الإنسان هنا كمنا قبل شوية نقوله أن اللولبي سكرورف وضحه بشكل نامل في ورقلا في ورقلا نفسها أصبحوا يشبهون الشعر الأجعد اللي هو يسمى بالعامية نقوله إحنا شعر كيرلي يسمى أكرى الراف وإكرى الرافل فهذا في ورقلا إذا المعانى تنتقل وتتغير بل حتى مثلا يعطى الإنسان الإنسان المشلول الإنسان غير قادر للحركة يقوله في إجابة نفسها كرف نسيفات ذن بمعنى أصبح مقيد عن الحركة لا يقولنا الطير من قبل أو كما قلنا الطير في القفص أو سنجوها أظن سنخوني ما قلتها لكن سنجوها في القفص يقوله أكرى في القفص نفسها كأني بالطائر الداخل لا يستطيع الحركة في جنوب المغرب نرجع إلى الفعل متاعنا اللي هو مثلا في غدامس يقوله مكرف أو أمكروف ومكراف أمكروف ومكراف هو الشلل الزمن المشلوس يقال له في ورقلا أكريف وأكريفن الإنسان المشلول أو شريف أو شريفن كما في مظاب والمشلول يسمى أوكريف وأكريفن في القبائلية القبائلية تميزه بحاجة أخرى أصبح الشخص المشوه عموما بأي عاهة يسمى أوكريف وأكريفن مش فقط الشلل هذا التوسيع في المعاني وكما قلنا في جميع اللغات العالم يوجد التوسيع والتضييق والأخير وهذا مفروض طرجعه في اللسانيات هذا الفعل بالذات الجدر الثلاثي هذا أخذ ربما طبقت عليه جميع قواعد اللغة على أي حال تستعمل كذلك هذا الجدر يستعمل في كلمة تاكريفت وتايرفت في تشلحيت بمعنى الحصار حصار العدو في مكان معين تاكريفت وتايرفت أظن أكثركم الآن يربط فيها بحاجة في ذهنه في ليبيا عندنا معركة مشهورة هي معركة تاكريفت فهل هل هذا جاء من الصدفة لا أدري ولكن طيب أجبت لكم هل بأفعال فلهذا خلونا نعود نشوفهم كلهم على بعض قلنا لها بمعنى التقيد والربط قلنا بمعنى أنها الفتن قلنا بمعنى أنه الحبل نفسه قلنا بمعنى العقال قلنا بمعنى الحلي تضع على الرأس قلنا بمعنى القفص قلنا بمعنى جلوس بالتربع قلنا بمعنى شعر الأجعد قلنا بمعنى الشلل قلنا بمعنى الشلل عموما انسيت أن أقول لكم على حاجة وهو عقار الأرض كذلك يسمى أكروف العقار أظن بدأ بمعنى العقد نفسه الذي يشترى به الأرض ثم أصبح على العقار عموما يطلق الكلمة من نفس الجدر السياج الزراعي لما تبت تدير سياج في فترة قصيرة بحيث أن تصلح شيء معين في المزرعة كذلك أخذ من نفس الجدر زي ما قلنا قبل شوية الحصار في الحرب آه انسيت حاجة مخرى أكروف كذلك شفته تنوض في المياه هذه أو تارقة أو حسب التنوع متاعكم طبعا وتارقة وكذلك سوغ يوضع له حاجز بسيط الحاجز هذا يسمى أكروف وهذا طبعا تما قلنا موجود يستخدموه في الجنوب الشرقي في منطقة تنغير كذلك طيب هذا كله مزارة ما تكلمناش عن المعاني المعنوية للكلمة فالكلمة هذه يكرف يقال للإنسان مثلا اللي ليس لديه حيلة يقال له يكرف أو لا يستطيع القيام بشي يقال له يكرف هذا طبعا كله ربما ربما نتكلم عليه في حديثنا عن الأمثال الشعبية والأشعار ولغة البيان والشعر في الأمازيغية وكيف هذه الكلمات تعطي معاني كثيرة أخرى في غير المعاني هذه اللي نتكلم عليها في تطوراتها وفي معانيها اللي ذكرناها ننتهي اليوم في الحلقة هذه بهذا القدر في الحلقة الجاية هنتكلم كيف هذا الجدر تولد وخلق لنا معاني أخرى عن طريقة أخرى في الاشتقاق وحنتكلم عليه ما يسمى بالعربية بالاشتقاق الأكبر كيف كرف هذه أصبحت كرف وكفر وفكر وفرك وركف ورفك وهذه المتغيرات الحاصلة في هذا المعنى انتظرونا في الحلقة الجاية لما نتكلموا هذا المعنى أو هذه التغيرات في هذه الكلمة بهذه الطريقة وكذلك التغيرات في الحروف نفسهم وهي قبل التغير ونرحب دائماً بأي إضافات منكم وبأي مداخلات منكم لعلها تفيدنا جميعاً في هذه الحلقات وشكراً لكل الأصدقاء اللي باعثوا لي بكلمات جديدة وباستعمالاتها في تنوعات متاعهم إلى حلقة أخرى إن شاء الله شكراً للمشاهدة